المحكمة كاسية الفاصل بين الطرفين زين فإحنا ماكوا في المشكلة بس أنا أقول لك يعني أنا مسألة كابتا عدنان درجال يعني قلت لأنت يعني علماً يعني استناديت وعالماً كذا فمستني على هواي أمور يعني هو زين أتحدث باللي عندي من المعلومات يعني محامي الاتحاد نزار واضح لكن السيد عدنان درجال عده محاميين من إيطاليا من الجنسية الإيطالية صحيح صح فاعتمادة على هذا مصادر الكنية 100 صحيح صحيح اعتمادة على محاميين إيطاليين وهاي مبالغ طائلة يعني ربما عبرة المئة ألف دولار صح يعني عدنان معناها مراهن على فتقضايا جداً مهمة للإطاحة بالاتحاد لا هي مو إطاحة سبدون أن نذكرها لا هي مو إطاحة يعني هو الإنساني قلت أنا تهمشت تعاقبت وطلعوني مزور أنا كنت أتمنى يعني لو صارت يعني الاتحاد العراقي يعني صير دعوة من عندهم يعني الأخ ملة عبدالخالق والإخوان بالاتحاد ربما معلومات الشخصية إذا عادت الانتخابات فالأشخاص القائمين بالمكتب التنفيذي للاتحاد ما يرشحون صحيح؟ والله أنا ما أعرف القانون شي نص تدري وما أدري أن أجوز القرار يصير للاتحاد العراقي إذا صار الاتحاد في بيها يعني ما بيها وإذا أجري مصلحة عدنان هي محكمة من تأخذ رح تأخذ طرفين وبعدين رح تطط القرار طبع فذا صار من كانت عندنا وكوة شي قانون أنا ما أعرف القانون هي عادة انتخابات مثل ما صارت مع الكابتن ناجي حمود وعادة والانتخابات وهي الكابتن الملة وفاز بيها الملة هذا يجوز يصير هذا الكلام أو القانون سمعنا بين أعضال التحاد ما يرشحون هذا أنا ما أعرف يعني أنا مرجل يعني أنت أهم سمعت؟ مطرعت سمعتي بس ما مطلع على القانون ولا مطلع على الفقر يعني هذه الفقرة أنا ما مطلع عليها بس أنا الفقرة إحنا اللامسي هي مثل صارت في وين ناجي حمود هي هي موجودة يعني عادت الانتخابات ما الكابتن ناجي حمود وصارت الانتخابات الملة أي لكن هذه المرة أكو حديث هيش من خبراء القانون إذا عادت الانتخابات وكسبها عدنان درجال فرئيس الاتحاد ونوابه وأعضاء الاتحاد ما رح يرشحون في هذه المرة فتفتح الساحة للهيئة العام